شوف مصر دايماً الحقيقة بتعمل المزبوط الصح مصر دولة أخلاقية جداً وده تاريخياً يعني عمرك ما هتشوف فيه أي تصرف اتعامل في مصر طول العمر على امتداد التاريخ تصرف غير أخلاقي مصر حتى لما كان يحصل محاولات للاعتداء على حدودها تاريخياً يمكن يكون بكلاماً كالحاجات بقالها مثلاً أربع تلاف سنة أو خمس تلاف سنة فكان يطلع من مصر ما يطلق عليه الحملات التأديبية تعرف حملات التأديبية بتاعت رمسيس الثاني على سبيل المثال الحملات التأديبية بتاعت تحطمس الثالث ساعة ما راح مجيده على سبيل المثال برضو أو رمسيس الثاني زي ما كنت بقولك أيام الحثيين وما إلى ذلك اللي كانوا جايين من الشمال الشرقي إلى آخره اللي عايز أقوله لك أن مصر تعاملها أخلاقي وده مبدأ وركن موجود في التاريخ المصري طول الوقت مبدأ وركن موجود في الجيش المصري طول الوقت مبدأ وتاريخ الحقيقة يحسب دائماً لهذا الشعب الأعظم والله ما فيها أي انحياز ولا شوفينية على الإطلاق تاريخنا كده لما أجي أرجعك على المسألة بتاعت اللاجئين خلي بالك هنا ويرجع لكلام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما تكلم فيه كلمته أمام مجلس السلم والأمن الإفريقي وتكلم عن الموضوع وقال أنه لازم يبقى فيه مقاربة شاملة واضحة للتعامل مع هذه الأزمات ترجمة نانسي قنقر